التوتر هو سيد الموقف في محافظة المهرة فخلال الأيام الماضية واجه الأهالي في مديريات سيحوت وحصوين والمسيلة غرب المهرة محاولات من قبل الجيش السعودي لاستحداث مواقع ونقاط سيطرة أمنية هي جزء من 16 موقعاً كشفت مصادر محلية أن هذه القوات تريد إنشاءها في إطار مخطط إحكام القبض على محافظة المهرة لم تغب بعد أصداء الاعتصام الجماهري الذي نفذه سكان المهرة احتجاجاً على الوجود العسكرية السعودية المبالغ فيه في محافظتهم وطالبوا خلاله بتنفيذ ستة مطالب أساسية كشرطاً لرفعه أهمها عودة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى العمل بصورة طبيعية وتحت إشراف قوات أمنية محلية لكن الترتيبات السعودية التي حظيت بتغطية رئاسية خلال الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس عضرب منصور هادي إلى الغيظة في الأول من هذا الشهر في الأمد مصحوباً بأنباء حول عزم الرياض إحياء طموح قديم لها في الوصول إلى بحر العرب عبر إقامة ميناء النفطي ومساعيها لشق قناة مائية أو مد أنابيب لنقل النفط إلى الميناء وفيما لا تزال المخاوف تسيطر على سكان المهرة أعلنت السلطة المحلية في المحافظة عن بدء نشاط مفاجئ لتسيير دوريات خفر السواحل في المهرة بإعاز على ما يبدو من القوات السعودية التي أوضحت أن جزءاً من قوات خفر السواحل ستتشكل من أوساط أبناء المهرة وذلك بهدف تسيير دوريات مشتركة مع التحالف لمنع التهريب بحسب ما جاء في بيان السلطة المحلية خطوة تضيف بنظر المراقبين المزيد من الضبابية على المشهد المحتقن في المهرة والذي يشير إلى انتكاسة حقيقية في الترتيبات التي دفعت بالمعتصبين إلى تعليق احتجاجاتهم خصوصاً وأن القوات السعودية لم تفي بتعهداتها والأخطر من ذلك استمرارها باستحداث المواقع العسكرية ونقاط السيطرة في أنحاء واسعة من المحافظة نطالب المملكة العربية السعودية لأننا محافظة تحت سيادة الدولة لا يحق أن أي دولة تدخل بسيادة الدولة تطورات المهرة تعد بالمزيد من المفاجآت خلال المرحلة المقبلة في ظل التقاطع الخطير بين الإرادات الإقليمية التي تبرز على وقع المخاوف العمانية من ترتيبات التحالف التي تستهدف أكثر ما تستهدف العلاقات الخاصة للسلطنة بجارها اليمنية العتيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر